معنا من المنامة المستشار الاستثماري والخبير الاقتصادي أسامة معين أهلا وسهلا بك أستاذ أسامة معنا في المساء بداية اجتماع اليوم هل برأيك استكمال الاجتماع أمس أمس نكون أمام مقررات جديدة وأيضا قال وزير التاقة السعودي أو دعا إلى إجراءات غير عادية لمواجهة الأزمة ما هي هذه الإجراءات أو ماذا يمكن أن تكون هذه الإجراءات أهلا وسهلا الخير أعتقد أن العالم كله يمر الآن في أزمة أزمة ما نسمى بالكورونا الآن الكورونا كان لها تداعيات كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي طبعا الآن نرى أن السلعة الأولى والمحرك الأساسي في الاقتصاديات العالمية نرى أنه النفط النفط تأثر كثيرا بما يحصل في العالم طبعا وبدأ النزول الشديد جدا في أسعار النفط عالميا الهبوط هذا طبعا يجب أن يكون هناك له حل يجب أن تحدد الأسعار بشكل يستفيد منها الدول المستهلكة والدول المنتجة للنفط أيضا في هذه الحالة أعتقد أن الأوبك طبعا تحمي المنتجين مقابل المستهلكين للنفط فبدأت الأوبك بالتحرك لتثبيت سعر النفط ومجموعة العشرين أيضا للاقتصاد العالمي وأهم شيء طبعا الآن مجموعة العشرين التي فيها أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم التي هي المملكة العربية السعودية وروسيا وهنا أكثر من ثلثين ثلث إلى أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط موجود طبعا في هذين البلدين فقط لوحدهما بالإضافة طبعا لوجود الولايات المتحدة الأمريكية التي هي المستهلك الأول وأيضا منتج كبير للنفط ولكن استهلاكه داخل الولايات المتحدة كبير فهنا المعادلة يجب أن تتم هناك اجتماع أمس طبعا أكيد لازم يكون في مناقشات بين الطرفين اليوم اجتماع آخر لتكملة هذا وما ذكرته منذ قليل عن تخفيض أسعار النفط في المدة القادمة أو في مايو ويونيو لهو دليل على تخفيض إنتاج النفط لرفع السعر لأن هناك مؤثر كبير جدا على أسعار النفط وهو الأسواق الآجلة والعقود الآجلة العقود الآجلة طبعا لها تأثير كبير فنحن نتجه إلى أيضا أن نحدد أسعار النفط المستقبلي أو إنتاج النفط المستقبلي حتى يكون هناك أيضا رفع للعقود الآجلة في هذا المجال اسمح لي أستاذ أسامة أن أتطرق لما ذكره وزير الطاقة السعودي حيث دعا الأمير عبد العزيز بن سلمان دول العشرين إلى اتخاذ إجراءات فورية واستجابات منصقة في مواجهة تدعيات تفشي وباء كورونا كما أكد وزير الطاقة السعودي أنه تم خلال اجتماع أوبيك بلاس على تحديد جدول لإجراء التعديلات على الإنتاج النفطي بالتخفيض بهدف إعادة التوازن للأسواق بدءا من 10 مليون برميل يوميا لمدة مبدئية تمتد لشهرين يتبعها تعديلات إضافية حتى أبريل من عام 2022 أعود إليك أستاذ أسامة هنا وزير الطاقة تحدث أيضا عن تعديلات تدخل حيث التنفيذ للشهرين المقبلين وأيضا ربما ستمتد إلى عام 2022 يعني دلالات هذه التعديلات برأيك وهل فعلا سيكون لها فورا تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي وخاصة على النفط بدأنا الكلام في الدعوة إلى الدول المجموعة العشرين تتجه أو الدعوة لهم كي يقاوموا هذا الوباء الفتاكة الذي طبعا أثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير ومجموعة العشرين هي الدول الأقوى اقتصاديا في العالم والتي يمكنها طبعا أن تكون أداة كبيرة وقوة فعالة في الحد من انتشار هذا الوباء هذا واحد هذه الدول كلها تعتمد في اقتصادياتها على النفط كما ذكرت منذ قليل فإن سعر النفط يحدده طبعا كمية الإنتاج الحاجة في السوق اللي هو العرض والطلب بالإضافة إلى أيضا العقود الآجلة والتي طبعا هي سنتين وثلاثة أحيانا سنة أو ست شهور وكذا حسب العقد طبعا أو منذ العقد هذا مؤثر كبير على السوق الآن انخفض السعر بشكل لم نشهده منذ سنين يعني ارتفاع أسعار النفط منذ الارتفاع الكبير إلى الهبوط تأثر النفط بشكل كبير يعني رأينا النفط فوق المئة دولار ثم انهار بشكل كبير جدا ثم بدأ الإنتاج يتقنن بشكل أنه هناك حد للإنتاج العالمي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وافقت عليه وبدأت أسعار النفط طبعا ترتفع بشكل إلى أن وصلت إلى معدل الستين دولار ستين خمسة وستين نزلت إلى مثلا خمسة وخمسين أربعة وخمسين وهذا كان السعر المعدل الذي كانت عليه انخفض الأسعار انخفضت بشكل كبير مع أن معدلات الإنتاج طبعا كانت كما هي فانخفض السعر لقلة الطلب ينخفض السعر وهنا بدأت طبعا تحاول دول الأوبك أن تحدد قيمة أو العقود الآجلة تحدد قيمة الإنتاج أو عمليات الإنتاج لترفع السعر كما كان عليه وهنا يأتي دور طبعا دول الأوبك وأيضا دول مجموعة العشرين وهنا الاتفاق أو الدعوة التي أتى بها طبعا وزير النفط السعودي لكي تحدد عمل الإنتاج يخفض الإنتاج بشكل أن يرفع فيه السعر ويحدد بشكل كمية الإنتاج طبعا إلى فترة معينة خلال الأشهر القادمة سيكون هناك طبعا معدلات إنتاج مع معدلات أسعار المقارنة فيها سيكون لها جدولة أخرى خلال الأعوام القادمة تبعات الأحداث الدراماتيكية الآن في الاقتصاد العالمي لن تكون مثلا إذا توقف الكورونا الآن وتوقف إن شاء الله كل شيء وتبعاته ولكن هناك شيء مهم جدا متى ستنتهي الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي الآن بسبب ما يحصل في العالم هنا نحتاج إلى أشهر طويلة وهذا أيضا يؤثر على أسعار النفط يؤثر على أسعار السلع بالكامل فهنا يجب أن يكون هناك أيضا اتفاقيات أو ترقبات معينة للأسعار ولكميات الإنتاج خلال السنة أو السنتين أو الثلاثة المقبلة حتى تكون مجموعة العوامل التي تؤثر على سعر برميل النفط متكاملة من عرض وطلب وأيضا الأسواق الآجلة اسمح لي أن أسألك أستاذ أسامة هنا كي نبسط أيضا للمشاهدين عما تم الاتفاق عليه ما الذي يعنيه موافقة المكسيك على خفض الإنتاج بقيمة 100 ألف برميل بينما الولايات المتحدة ستتحمل خفض أكبر يصل إلى 250 ألف برميل للتعويض عن المكسيك ما الذي يعنيه هذا عمليا على أرض الواقع عمليا طبعا أنت تعرفي أن هناك الحدود المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والحقول الجنوبية المشتركة بين الدولتين بين الولايات المتحدة والمكسيك وهناك طبعا حدود للإنتاج النفطي بين الدولتين لأن هناك حقول مشتركة كبيرة وهناك خام نفطي بين الدولتين وهناك أيضا تبادل لزيوت أو لمنتجات النفط بين الجنوب والولايات المتحدة الأمريكية بكبر حجمه والمكسيك وإنتاجها النفطي فهنا يأخذون النسب التي ينتج فيها النفط بين المكسيك وأمريكا وتحدد كميات الخفض أو ارتفاع الإنتاج خفض الإنتاج هنا يأتي من خفض إنتاج حقول النفط المشتركة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وهو أيضا هذا الخفض يخفض أرقام إنتاج النفط العالمي بشكل آخر هذا مهم جدا لأن الولايات المتحدة كما قلنا واحدة من الدول المنتجة الكبيرة للنفط وبالإضافة إلى المكسيك أيضا طبعا الأوبك فهنا خفض أكثر من نصف مليون برميل هذا أيضا له تأثير لأننا تكلمنا عن خفض ما يقارب إلى 20 مليون برميل إنتاج النفط الروسي والسعودي وحدهما حوالي 24-25 مليون برميل يوميا فعندما نخفض 20 مليون ويتوزع على دول المنتجة فهناك نسبة معينة يجب أن تكون لكل دولة منتجة للنفط حسب إنتاج أو حسب كمية البرميل المنتجة يوميا وهنا يأتي دور الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في الحقول الجنوبية أو الشمال المكسيك نسبيا لتخفيض السعر وتخفيض الإنتاج ورفع السعر شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة كنت معنا من المنامة المستشار للسثماري والخبيل الاقتصادي أسامة معين شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر